الحالة الشعبية في الضفة الغربية على ما يبدو باتت تفرد على السلطة الفلسطينية الذهاب نحو تغييرات في المواقع القيادية بهدف امتصاص حنق الشارع الفلسطيني الذي خرج محتجا في الأسابيع الماضية على ما وصفه بنعدام الحريات واستشراء الفساد القيام بخطوات واسعة نسبيا سواء فيما يتعلق بالسلك الدبلوماسي أو فيما يتعلق بالمناصب السياسية والأمنية في بلاد بات أمرا ضروريا لكي تظهر السلطة للرأي العام الفلسطيني أنها جادة في إحداث بعض التغييرات وإن كان من المشكوك فيه حتى الآن أن ترضي مجمل هذه التغييرات الجمهور الفلسطيني الغاضب على خلفية انتهاكات للحريات العامة وعلى خلفية المأزق السياسي والاقتصادي الذي تعانيه السلطة القيادة الفلسطينية وبحسب مصادر مطلعة في السلطة تتجه نحو إجراء تعديل وزاري سيطال عددا من الوزراء بالإضافة إلى تغييرات في صفوف قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين وكما يبدو فإن التغيير الأكبر سيطال السلك الدبلوماسي من خلال إحالة عدد من السفراء إلى التقاعد وتبديل مواقع عدد آخر جرى نقاش حول مسألة تغييرات لها علاقة بالسفرات في الخارج لها علاقة بالمحافظين لها علاقة بالعديد من المواقع الأخرى وحتى الآن لا يوجد هناك شيء نهائي ولكن هناك دراسات لها علاقة بكيفية التوجه إلى تغييرات بما يعزز الوضع الداخل للفلسطين القرار الأخير يبقى للشارع الفلسطيني الذي لديه خياراً إما أن يعتبر التغييرات الأخيرة بأنها جذرية ومؤثرة أو أنها ذر للرماد في العيون حالة الجمود أو الفشل في أي نظام سياسي يفرض عليه الذهاب نحو التغيير وهذا كما يبدو ما ستلجأ إليه السلطة الفلسطينية في الأيام المقبلة بحسب ما يراه متابعون نهاد حجازي المملكة رغم الله